اشتركوا في القناة اكد سعادة وزير الخارجية ان اطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة هو استمرار للخطوات السابقة المهمة في اطار التعاون المستمر والمتنامي بين مملكة البحرين والامم المتحدة في مختلف المجالات والمستويات ويعكس الحرص المشترك على تطوير هذا التعاون بما يدعم تنفيذ خطة عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 مع مواءمتها لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة خصوصا في ظل الظروف الراهنة وجهود مملكة البحرين في مواجهة جائحة فيروس كورونا واعرب سعادة وزير الخارجية عن شكره للمنسق المقيم على جهوده المتواصلة في اعداد الاطار بالتعاون مع وزارة الخارجية وجميع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة معربا عن امله في ان يواصل هذا الاتفاق التعاون البناء والمستمر بين مملكة البحرين والامم المتحدة من جانبه اشاد مساعد وزير الخارجية بجهود الامم المتحدة على توقيع اطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة ووصف هذه المبادرة بانها مثال للتعاون البناء بين الامم المتحدة ومملكة البحرين كما رحب بانضمام الوكالات الجديدة الى النسخة المحدثة من الاطار والتي ستعزز بدورها الدعم والتعاون في المشاريع المستقبلية حيث اكد حرص مملكة البحرين على العمل المشترك مع مختلف وكالات الامم المتحدة ترجمة نانسي قنقر